لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد المهم ترى ما هو الحل الآن الدستور من الناحية النتائج التي أعلن عنها ره مر بغض النظر عن النتيجة ما هو الحل ما هو الحل واضح جدا أن السلطة مسرة على تمر هذا الدستور وأنا أعطيتكم معلومة حول الاجتماع اجتماع في مؤسسة العسكرية في وزارة الدفاع مرتين يجتمعوا اجتمعوا المرة الأولى عشية نقل الرئيس إلى ألمانيا وبذلك طرحوا ناقشوا فكر فكر تأجيل الاستفتاء ووصلتني معلومات أن من بين الأشخاص الذين كانت لديهم تحفظات فيما يخص الدستور هو الفريق أولى علي بن علي وكان من الذين أشاروا على ضرورة تأجيل هذا الاستفتاء لأن الظروف ستكون سيئة هذه من بين المعلومات التي وصلتنا وصلتنا من هذه المصادر التي تتواصل معنا أمر آخر الاجتماع الثاني حدث ليلة الاستفتاء وليلة بيضاء وشفنا كيف تأخرت النتائج تأخرت النتائج ولحد اللحظة لحد اللحظة التي أتحدث فيها إليكم صباح يوم الثلاثة الآن أساعة العاشرة صباحا العاشرة صباحا لم تعلن السلطة الوطنية المستقلة لبراقبة الانتخابات عن النتائج المفصلة التفصيلية للولايات ننتظر هذه النتائج لقد تحصلنا على بعض المحاضر من عدة ولايات وهناك التي نشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي وهناك عبر الولايات هناك من يتابع الأمر من يحاول الحصول على كل محاضر الفرز لكل مراكز الاقتراب في انتظار ما ستعلنه ستظهر النتيجة إذا كانت حقيقة أن هذه النتائج صحيحة كما قالت السلطة سلطة المستقلة وكما صرح رئيسها محمد شرفي أو هناك تلاعب في النتائج وتلاعب في الأصوات تأخر في إعلان النتائج المرافق لاجتماع في وزارة الدفاع وأيضاً التنأخر في نشر تفاصيل الاستفتاء يعني ما هي انتخابات رئاسية عدة مترشحين تقتضي التأخر هذا من المفروض عشية الاستفتاء الاستفتاء بعد ما ينتهي في ساعة العاشرة أو الحدية عشر تعلن كل النتائج بالتفاصيل في فرنسا تجري عملية الانتخابات الرئاسية الثامنة بالضبط يعلن عن الرئيس الفاكس لأنه واضحة إذا كان استفتاء فيها هذا التأخر لماذا هذا التأخر أنا لا أملك وأقول وأؤكد لا أملك لحد اللحظة الدليل الذي يثبت تزوير في مكان ما لا أملك وننتظر أن تكون هناك تعناد لكن إذا نشرت السلطة السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات سلطة محمد شرفي تفاصيل الولايات هناك ستظهر الحقائق ربما يكون هناك تزوير وربما لا يكون ننتظر إلى ذلك في هذه اللحظة اللي أنا أتحدث لكم فيها يصني من صديق هذا الفيديو هم يزوروا في الانتخابات شوفوا خوتي هم يزوروا في الانتخابات هم يزوروا في الانتخابات اصحاب الانتخابات يزوروا ويزوروا نعم هدو صحاب البلدية وصعاريا اسم عبل سبعة ونصف اشتركوا في القناة 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 تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله